الحكومة اليمنية وقضرت فيه الحكومة إلى أن المخرجات التي توصلت إليها مجموعة الخبراء جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالأليات المنبثقة عن الأمم المتحدة الحكومة اتهمت المجموعة أيضاً بغض الطرف عن انتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولي لحقوق الإنسان واعتبرت الحكومة أن انحياز مجموعة الخبراء للحوثيين يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن أكدت أيضاً أن الآليات الوطنية هي الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة داعية المجتمع الدولي لدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن قرار الحكومة اليمنية يأتي بعد يوم من طلب مجموعة الخبراء السماح لها بمواصلة تحقيقاتها في اليمن وتوسيع نطاق هذه التحقيقات معبرة عن قلقها من استمرار الانتهاكات واتساع نطاقها جاء ذلك خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان لبحث الأزمة اليمنية قدم فيها رئيس مجموعة الخبراء كمال الجندوبي تقريرها إلى المجلس وكان التقرير الذي كشف عنه نهاية الشهر الماضي خلص إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبوا جرائم حرب لكن ممثلي التحالف السعودي الإماراتي وصفوا التقرير بأنه بعيد عن الموضوعية وانتقده مندوب اليمن في مجلس حقوق الإنسان معتبرا أنه تجاهل جرائم جماعة الحوثي ولم يوضح أسباب الصراع ليأتي قرار الحكومة اليمنية حاسما برفض التمديد لعمل مجموعة الخبراء في بلد وصفته الأمم المتحدة بأنه يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم ترجمة نانسي قنقر